وَمَا جَعَلْنَا الْقِبِلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّمَنْ يَنْقَرِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ وَمَا جَعَلْنَا أيها الرسول القبلة بيت المقدس التي كنت عليها ثم صرفناك عنها إلى بيت الله الحرام إلا لنعلم علما يتعلق به الثواب والعقاب ونرى ونظهر ونميز لكم من يتبع الرسول ويؤمن به ويطيع أمره على كل حال ممن هو ضعيف الإيمان عنده شك ونفاق فيرتدوا على عقبيه ويترك هذا الدين وإن كانت لكبيرة وثقيلة وشاقة إلا على الذين هدى الله ومن عليهم بالإيمان والتقوى والهدى وما كان الله عز وجل ليضيع إيمانكم ويطل صلاتكم إلى القبلة السابقة إن الله بالناس لرؤوف الرحيم لا يضيع أجر من أحسن عمله لا شك أن المسلمون يتميزون فكما أن هناك السابقون من الصحابة الكرام هناك أيضا ضعيف الإيمان وكان موضوع تحويل القبلة أقرب ما يكون بتمحيس للمؤمنين وإظهار للمنافقين وضعيف الإيمان وإحنا عرفنا أن الأمر الإلهي بتحويل القبلة تم في مسجد القبلتين لكن هتستغرب أكتر لما تعرف إيه حصل في مسجد قباء لم يكن هناك وسائل تواصل سريع لينتشر الخبر فوصل الخبر إلى مسجد قباء أثناء صلاة المؤمنين لصلاة الصبح وكانوا ركوعا فقال الرجل من الصحابة قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كرآن يأمره باستقبال الكعبة فاستداروا هم راقعون تجاه الكعبة وأتموا الصلاة أو على النقيد ارتد جماعة من المسلمين ضعيف الإيمان واعتنقوا اليهودية بعد تحويل القبلة فأي الفريقين تحب أن تنتمي إليها